اشتركوا في القناة يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا يا اهلا وسهلا كعادة كل يوم اربع بنهتم جدا جدا بالقسم الثاني او الممتاز به حيث يتطلع الجميع الى التأهل للدوري الممتاز وبدأنا بالفعل في الدور الثاني ومن ثم تحديد ملامح من الفرق الثلاثة التي ستصعد الى الممتاز ومن الفرق التي ستتجرع مرارة الهبوط الى القسم الثالث هيكون معانا في هذه الفقرة المكللة بكل الاهداف الرائعة التي سجلت خلال هذا الاسبوع الكباتن اشرف خضر موديل الفني لمنتخب السويس ومصطفى عبدو الموديل الفني لفريق دي كيرنس في البداية وكالعادة باقى من اخر الاخبار والمستجداد بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم مثال انوار على الفيسبوك سؤال بيقول كنا احنا اتكلمنا عن مباراة القمة يوم 24 فباري في الدور العام وكنا طالبنا بتأجيلها حفاظا على اللاعبين هل من وجهة نظرك ترى هذا الامر ام لا ترى يعني باختصار كده وانا هنا عايز اقول حاجة بالمناسبة يعني للاجنة الخماسية ولإدارة المسابقات باتحاد الكور لو انتوا بتتبعوا الفرق اللي تأهلت لدور التمانية مازمبي من ضمن هذه الفرق مازمبي الاتحاد عنده اجله ثلاث مباراة هو عنده يوم 28 فبراير لقاء في منتهى منتهى الاهمية مع الرجاء المغربي يوم 28 فبراير فانا اقول لكم حتى ايه المباراة لتأجيلت عشان تتأكدوا ان احنا بنكلم مظبوط عنده الرجاء المغربي في دور التمانية الزهاب 28 او 29 فبراير الاتحاد هناك الكونغولي حريص على فرقه عايز فرقه تكمل في البطولة الافريقية يا فرحتي ان انا انهي الدور العام بتاعي في المعادل فلاني ولكن فرقي خرجت برا البطولة الافريقية بقت حاجة لطيفة جدا كاني ما عملتش حاجة بالزبط اجل لهم ثلاث مباريات ثلاث مباريات اقول لكم اهمة ثلاث مباريات مصيرية في سبعة ايام انا مش هزق مش هزق لان انا حريص جدا شأني شأني غيري اكيد يعني على فرقنا ان يتكمل في البطولة وما نعنتش مع بعض انه ليطلع سيد عبد الحافيز الكابتن طبعا يقول لك احنا جاهزين للقمة علشان الزمالك طلب تأجيل الموضوع ما فيش حيندي يا كابتن سيد خالص لازم تبقى فهم ان فرقتك لها درجة تحمل انت لعيب كرة كبيرة لما تلعب يوم عشرين فبو ظابر مباراة امام الزمالك وترجع تلعب اربعة وعشرين مباراة تانية بعد اما تسافر تاني امام الزمالك في الدوري وترجع تلعب يوم تمانية وعشرين او تسعة وعشرين حتى مباراة تلتة امام ساندونز الرهيب بتتكلم في تلت مباراة في ثمان تيام بنيام بينما الكونغو اجلت تلت مباراة لفريق همازنبي اللي هيلعب مع الرجاء اديته اتناشر يوم وقرر انه يطلع معسكر عشر تيام استعدادا للرجاء ده الفارق ما بين اتحاد عارف مصلحة ندي انه مش مهتم ان الناس تسقفروا في اخر الموسم انت قلت هتخلص يوم عشرين كذا فانت بالثانية خلصت جميل بس كمان بالثانية خلصت بس خلصت على فرقتك او على فرقك ده بالمناسبة يعني وفنان انتو حرين تعملوا متى مش تحرين بس ده واجيب ان انا اقول ده وانا غدا لناظره لقريب ومتاخدهاش تحدي شخصي متاخدهاش تحدي عشان اتقال كذا فانتو مش لا مش عيه الكبير لما يسمع فكرة ويجدها فكرة طيبة حتى ولو لم تكن في حسبان حساباته ياخد ده كبير اما اللي اه يقولك لا 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 ما حدش ما حدش يفرض علي لا لا ما هيقوله ان احنا مش هنا مع فلاء مش القضية مش كده خالص اوكي طيب هنبدأ اه اولا عايز اقولكو خبر لطيف جدا جاءنا الان من قطر طبعا انه اه اللجنة المنظمة لهذه البطولة اللي هي مباراة السوبر افريقيا بطولة نظر للإقبال الشديد والرهيب من اه الجماهير المصرية العظيمة المقيمة في قطر فا والجالية التونسية مش كبيرة اوي هناك المصري المصري في كل مكان المصري في كل مكان مرتبط بالوطن مرتبط بريحة الوطن مرتبط برموز الوطن مو الزمالك هناك ولعبته هما رموز الوطن هناك فيه الدوحة طبعا شيء عظيم وجميل جدا يعني اه النهاردة كان فيه تمرين طبعا اه لنادي الزمالك وهناك اللجنة المنظمة خلت الزمالك تمرن على الملعب اللي كان بيتمرن عليه ليفر بول في بطولة العلم الأندية اللي كانت من شهر ولا شهرين دي على نفس الملعب كان تمرين النهاردة نادي الزمال كالعادة كارتيرون بدأ التدريبات بلقاء مع الجهاز الفني أولا ثم مع الفريق بالكامل خصص فقرة النهاردة كارتيرون في ختام المران لتزديد ركلات الترجيح والاستعداد في حالة اللجوء إليها في المباراة تعرفين هذه المباراة ما فيهاش وقت إضافي إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل أي أن كان هذا التعادل إيجابي أو سلبي بنذهب مباشرة إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء هذه لائحة هذه البطولة أمير عبد العزيز قاد تدريبات الإحماء في البداية كانت حوالي نصف ساعة تقريبا باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة كمان حراس المرمة أدو تدريبات قوية جدا اعتمدت على التزديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل احنا عارفين إذا مالك سافر بحراسه الأربع جنش وأبو جبل وعواد ومحمد صبح وطبعا معاهم الكابتن بتاعهم طبعا عمر عبد السلام الاجتماع طبعا فني للمباراة هيبقى إن شاء الله الساعة عشرة ونص صباح غد الخميس بحضور أحمد زاهر المدير الإداري وطاقم التحكيم الجنوب إفريقي زي ما كنت بقول لحضراتكم من بارح علي اللي هو جميز مواقع كتبت النهاردة إنه شيكابالا بيعاني وإنه فيه اختبار طبي والحكاية والرواية باتصالاتنا طبعا هناك بالمسؤولين عن البعثة نفو هذا الأمر جملة وتفصيلا وإنه شيكابالا في أتم صحة وبالتالي أصبح الخبر لا داعي إطلاقا لترديده طبعا كلنا عارفين نيبوشا المدير الفني السابق لنادي الزمالك حاليا بيدرب فريق الأهلي القطري راح زار الزمالك طبعا وقال أنا بالطبع حرست على زيارة مقر إقامة نادي الزمالك في قطر الأمر يمثل لي أهمية خاصة أحب النادي واللاعبين وأكمل أنا مشجع لنادي الزمالك وبالطبع سأتواجد في المدرجات يوم مباراة السوبر لمؤذرة فريق الزمالك وطبعا نيبوشا قال إن أنا مشجع لنادي الزمالك ده وضع طبيعي وأضيت معاه أوقات رائعة للغاية وعن المباراة قال في المباراة النهائية تكون دائما الكفة متساوية بين الفريقين لا يمكن منح أفضلية لفريق عن الآخر كلنا عارفين نيبوشا تولت دي بنات الزمالك عام 2017 وقال حاجة مهمة أوي قال أعتقد أن يوسف أوباما سوف يحدث الفارق في تلك المباراة وأيضا حال مشاركة مصطفى فاتح إحنا مباراة كانت جاتلنا قايمة من 18 لعب ما كانش فيها مصطفى فاتح لكن وفقا برضو للكلام اللي جالنا إن القائمة دي مش نهائية بقى اسمه أيمن سوبر أو الكابتن أيمن منصور مساءل أنوار يا بوكبات مساءل أنوار عليك كابتن متحط وسعيد جدا إن أنا سمعت صوتك والله وسعيد جدا بالسادة المشاهدين الله يخليك يا بوكبات لقب أيمن سوبر يعني ما دال معك حتى الآن بتالي بصراحة آه يعني أنا بعتز جدا باللقب ده طبعا لذكرى جميلة طبعا بقالها سنين كتيرة من 94 لغاية دلوقتي آه 14 صعيد جدا جدا باللقب ده آه طبعا طبعا لأنه هو تاريخ بالضبط كده يعني هو تاريخ جميل وفكرنا بذكرى كويسة وكانت مناسبة جميلة جدا من خط بين مصر الزمالك والآهر وخارج مصر وربنا كرمناه وأنا كنت صاحب الهدف الصوبر ده آه طبعا لعبته في جوانس بيرجا كابتن بالضبط كانت في جوانس بيرجا والحمد لله كان ربنا وفقني وكنت أنا لابقوله العريس بتاع المباراة آه أنت اللي جبت الهدف الحمد لله ربنا كرمنا به والله طب احكيلي كده بعض الزكريات عن هذه المباراة استعداداتها كان مين أبرز النجوم معاك في الفريق يعني هذه الأجواء كان مين أبرز نجوم الأهلي في الوقت ده يعني أنا أنا كن للساداتة طبعا كان الحاجة الجميلة كابتن جوهري طبعا تعريف كابتن جوهري طبعا كان انتخب مصر وكان نادي الأهلي فحاجة جميلة أنه هو يجي يضرب نادي الجمالي برضو فأنا أنا يعني كان حاصلت المباراة دي باهتمام كبير جدا وكان قد إيه حريص عليها يمكن ذكرات قبل المباراة كان واخدنا قبل المباراة بعشر تيام معنا ما أظن يعني تعودنا هناك على النقص اللي فوجين وتعودنا هناك على الملعب كان فيه مطر وكان فقلا فيه المباراة مطر واتمرنا والملعب فيه مطر قبل المباراة وكان قد إيه حريص إنه على طول تحس إنه هو بيجمعنا على طول عشان الطريقة اللي إحنا نلعب بيها كان بياخد كل خط كده الواحده ويشرح الدنيا عاملة زي وأنا بيني وبينك يعني كان برضو من ضمن الحاجة الجميلة اللي هو كان أغالي قال لي أنت كنت مثلا في حاجة أنت كنت في وانت في منتخب مصر كنت أشوفك رجلك تقيلة وعملت شوت كويس وانت في كان هو أخدني من نادي السكة وانت في نادي السكة كنت متابعك كنت بتشوت برضو أنا من أما جيت في نادي الزمالك أنت يعني ما شوتك شوت شوتة واحدة فأنت رجلك تقيلة لما يعني دي ميزة فيك كمان أن أنت رجلك تقيلة قلت له طيب يعني بكرة هتشوف حاجة تانية خالص إن شاء الله كنت تبقى جميل الله يرحمه فطبعا وقد كان يعني الحمد لله يمكن شوت في المباراة دي خمس كور اثنين كان تصدوا واللي هي واللي داخل قل لي كان مين اللي مسكت في المباراة دي من النادي الأهلي مين اللاعب كان متهالي كان في هدي خشبة وكان في محمد يوسف وكان في كان أبو الدهب ممكن فطبعا كان يعني كان مجموعة يعني لقيت النادي الأهلي برضو كان حسام وكان رضا عبد العال وكان إبراهيم كان محمد رمضان برضو محمد رمضان يعني كان في مجموعة كبيرة من النادي الأهلي كانت بتلعب المباراة دي فبالتالي أنا برضو يعني كان حسين عبدالطيف يمكن تصدف أول ربع ساعة كان جاله غضروف برضو وربنا مقاردش أنه يكمل يعني الزبط بالزبط فطبعا قد إيه زين عشانه والله يعني في المغاربية طب أنا أسألك سؤالة شوف زاكرة تتقوية ولا لا الزبط الأهلي كان مين مديره الفني كان على ما أظن لأ كان راجل أجنبي آه كان الخواجة آه يعني ألان هاريس الزبط كده وكابتن طاري سليم رحمة الله عليه كان هو مديره فكورة كابتن طاري سليم كان موجود فعلا كان موجود آه بالزبط وكان آلان هاريس فعلا كان الزبط للفني آه هو المدير الفني آه طب قولي يا بوكباتن رأيك في ماتش الجمعة وإيه النصح اللي تحب تقوله للعابة الزمالك والله المباراة دي يا بوكبتن حضارك هنزوف شوف ما يعني مباراة لوحدها كده بطولة فمباراة بطولة ومتعاش لا زهاب ولا اياب آه نحس ان هي برضو كل لعيب لازم يحس ويأقلم نفسه كده ويبقى عنده أحساس داخلي ان هو ليه أنا ما باخدش المطورة ديت وان خاص ان هي مباراة واحدة نعم وفي أجواء طبعا بتأمل فيه جمهور الزمالك ما شاء الله حاجة جميلة جدا شوفنا ده قبال من جمهور الزمالك كان عامل ازاي رائع فبالتالي آه طبعا يعني ده حاجة تفرح ومعدين ده دافع للعيبة هاي فكل واحد العيد من دول لازم برضو ان هو المباراة ديت آه لازم يشل نفسه كويش اوي بس من غير توطر يعني آه لانه مباراة المباراة زي ديت شوف احنا من اربعة وتسائين التاريخ بيتكلم بيقول ايه يا كده نعم فدلوقت ديت لازم اللعيبة ديت تسطر نفسها تاريخ برضو في المباراة ديت زب يعني المباراة ديت ما في الجيش يقولون فين وفين يعني آه صاحب ابطال الدوري مع صاحب ابطال الكاس ويتقابلوا في بلد آه غير البلد البتاعة النديين اللي حصل على طول الدوري والكاس الأفريقي فبالتالي انا شاكس ان هي مباراة لها آآ طابع خاص آآ اللعيبة طبعا عليها دور كبير جدا جدا اللعيبة برضو لازم تبقى آآ عندها الدافع والعزيمة والأصدر ان هي عايزة تأمل حاجة كويسة آآ لناديها والتاريخها والمجلس اداريتها وكل حاجة يعني كويسة بتقاسي التاريخ يذكرها فيما بعد زب فانا سأل برضو المدير الفني عليه دور كبير جدا جدا انا كانت المتحط برضو والجهاز الفني عليه دور كبير جدا آآ جهاز الفني برضو لازم يعرف ان دي مباراة نفسها كبير جدا آآ فبالتالي برضو مش عايز آآ خط فصل آآ نجي نجيبه نجيبه طبعا نكمل الجملة دي مهمة قوي آآ طبعا احنا آآ هنعيش النهاردة يعني افكار ولقطات للسوبر افريقي وايضا بكرة عندنا صهرة كاملة طبعا عن مباراة السوبر الافريقي لان بطولة زي ما احنا قلنا وفي نفس الوقت كلنا امل يا رب والله العظيم من القلب انه الزمالك يكلل بهادي البطولة يا رب يا رب تخش دولابه وتحتسب ضمن البطولات فاضل يا كابتن ايمان فطبعا انا شايف انا اعليش الخط بس فطبعا انا شايف ان المدير الفن عليها عامل كبير جدا انا شايف ان هو آآ لازم يبقى اري المباراة كويس ولازم تشكيل الامثب اللي هو اللي يقدر ينزله العناصر طبعا خلينا انا اشركك في التشكيل الامثل ده فضل يعني كراس حربة عندك طبعا في مصطفى محمد وفي كاسونجو وفي عمر سعيد اه يعني انت انت اقرب حاجة كان اللي بينعب الفاتر فاتت مصطفى محمد مصطفى محمد بل في خلافة على مصطفى محمد طيب ناخد الثلاثة اللي تحت مصطفى محمد انت طبعا عارفهم يعني فيه اوباما وفيه بن شرقي وفيه اوناجم وفيه احمد زيزو وفيه شيكابالا اه اه يعني انا انا برضو مش عايزين نبعد احنا يعني اللي كانوا برضو اخر فترة ممكن ممكن يبقى بن شرقي ممكن اه اوباما وزيزو وزيزو الاتنين بتاعل الارتكاز مفيش فصال في طرق حامد وفرجاني طبعا طبعا دول الاساسي وما مرشي مين حازم امام ولا احمد عيد يعني انا بقول لحازم ليه لان زي خبرته برضو في المنشات الكبيرة اللي ازاي ديت اه انا شاف ان برضو اه احمد عيد خامة كويسة ومشروع نجم كويس اه فبالتالي مبرازة دي برضو هتبقى خبرة قليلة فممكن اه مبرازة دي تأثر بها لكن انا شاف حازم انه ممكن يقوم بدور كويس اوي اوي اه عبدالله جمعة محمد عبدالشافي اه انا شاف عبدالله جمعة عبدالله جمعة طيب هو طبعا اه محمود علاء لا في صالفي اللي جنبه هل هو الوينش هل هو محمد عبدالغاني يعني مين يعني انا شاف ان برضو ممكن يعني مش هتفر كتير يعني علاء اه نمرة واحد طبعا موجود اه الوينش او محمود الاتنين برضو ايمكن خدهم مبشاة الفتلة الاخيرة ام وانا شاف ان هو اي حد فيه ميصلح مسلا ممكن يكون محمد عبدالغاني عشان كان هو برضو اخذ المبشاة الاخيرة دي بايت شوية ام فانا شاف ان محمد عبدالغاني اخذ المبشاة الاخيرة فانا شاف ان هو ممكن اعرى اللي هو اللي يبدأ مكان طبعا ابو جبل مفيش حوار في ده اه اكيد اكيد ان شاء الله بشكرك يا كابتن ايمان ويرب نفرح كلنا يوم الجمهر بإذن الله يا رب يفرحوا مصر وفرحوا جمهورنا في الزمان الكله ان شاء الله بإذن الله شكرك يا كابتن اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا اه طبعا احنا عندنا ابطال السوبر برضو دي فقرة تحت عنوان الثقافة الرياضي بنحب من حين لاخر كده نقول حاجات يعني تبقى معلومة بالنسبة لحضراتكم طبعا في كتير منكو كويرة وعارفين كل ده وفي ناس ممكن هما يستفيدوا منها يعني ففيما تعلق بالسوبر افريقي زي ما قلتن بارح ان الاهلي وصاحب الرصيد الاعلى في الحصول على كاس السوبر افريقي برصيد ست كؤوس سوبر افريقي اهلي طبعا اخدها عوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ستة القاب يأتي زمالك في المركز التاني تلت القاب اربعة وتسعين سبعة وتسعين الفين وتلاتة مازينبي الكنغولي تلت القاب الفين وعشر الفين وحداشر الفين وستاشر الرجاء المغربي لقبين ما فيش غيرهم الفين و الفين وتسعتاشر لانه اخر بطولة هو اللي اخدها على حساب التراج التونسي وقلنا ان الكارتيرون كان هو المدير الفني بتاع الرجاء النجم السحلي اخد لقبين 98 و2008 ان ينبى ناجيري لقبين 2004 و2005 وبعدين كلهم بقى من التراجي والوداد وسانداونز وفاق ستيف وافريكا سبورت وورلاندو بايرتز واسك ابيجان وارس اوف الغاني والمغرب الفاسي كل دول اخدوها مرة واحد يبقى احنا عندنا اهم ناديين واخدين هذه البطولات الاهلي نمبر وان بستة القاب والزمالك بثلاث القاب طب يبقى سؤال تاني مهم جدا ما هو تاريخ لقاءات الزمالك مع التراجي مين راكب اكتر في النتائج قدامنا برضو في دوري الابطال سنة 94 في النهائي الزمالك والتراجي هنا في مصر 00 التراجي والزمالك في تونس 3 واحد للتراجي ده سنة 94 في دوري الابطال عام 2002 مرحلة المجموعات الزهاب هناك في تونس واحد واحد العودة هنا في مصر الزمالك واحد التراجي سفر كان سنة 94 وطبعا المكان في جهانسبيرج جنوب افريقيا الملعب كان اسمه البنك الوطني الحكم كان الجنوب افريقي باتروس ماتابالا المباراة الزمالك بطل دوري ابطال افريقيا 93 مع الاهلي بطل ابطال كؤوس ما كانش اسمه كونفدرالي اتعودنا هنا في مساء الانوار اللي بنقوله بيبقاله بفضل الله دائما تعليقات او ردود افعال وهذا ما تعودناه من سنين طويلة في امور كثيرة جدا 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 لا حصره لها طيب الكابتن فوزي البنزرتي المدير الفني الكبير من تونس ليعني اخذ رأيه عن الترجي في هذه المباراة يا كابتن فوزي مساء الانوار مدير النور اهلا وسهلا اهلا بيك يا بكباتن حبيب اسمع رأي حضرتك الفني المحترم عن هذا اللقاء ومدى قدرة ايهما اذا كان هناك قدرة لايهما على حصد هذه البطولة وشكل المباراة وسرها من وجهة نظرك قبل ان تبدأ هذه المباراة تبقى ديما مباراة معتها دربي يعني معت ترجي في المقتحابة معتها في حسن خناته معتها اه تقريب معتها يعني بطولة روسية عبدين عزيمة العديد من لايبين مميزين العديد من لايبين القادرين يعني اه سارق في اي لعبة معتها اهم شغل في الترجي كامل الترجي معتها يتحكم في الكورة من تنسيفها كبيرة وعطة تنبيرات قصيرة حتى تنبع تنبع تنبعات قصيرة والمباراة من الخلف معتها حتى تنبع اي منه الايسر وخير واللاعبين كانوا من لاعب البيدي يعني انا متروز على راس المنتخب البيدي يعني عزي القادر باشي يفتسخ لاعب اوطنين في اي لحظة وبدوعة سحان زي ذلك نفس الشي عبداللاعبين عند المقاومات انت على فريق كبير فريق عبيد فريق اللقادر في اي لحظة يعمل فرق فيه العبيد من لاعبين المبنيين فيه العبين بقى مو كانوا عزوز العبين العبين مغاربة وقلنا كل ماتا كانوا انتربوا وعنطين عرفهم اتخذها مفرد كمني اي شعار المادع ونجم ماتا فيه لاعب المور بيختات رفائي اللحظة من اي لحظة يعمل فرق كان موجود فريق معي فرجان يشير في ذا اللاعب مميز تحفن بشفة جدية وكبيرة كانوا معتا قادر وكبير كانوا تحفن مقابرن كبير كبير انتبعي وانا اقل كل ماتا وانا اقل كبير انتبعي انتبعي وانا اقل انتبعي طريقة لعب نزينا. طريقة لعب كويفة. طريقة لعب نفسي. حاصة ان يتنفجيها من الدين. وحاصة انه. مش يكون هو عند الانفالية. تمام. تقريب هذا هو ما اه. كل واحد عندي اللي قد يكون. صحيح. وتبقى كل مباراة كبت الفاوزي دي هالظروفها. كل مباراة عند دي هالظروفها. الا انها لعب نفسي. انا لعب نفسي وزمالك مش يراع بطيكه مفضلات على بعض. وما لعبه حوالي اربع مرات تقريبا. كان الزمالك ربما عنده حظ اوفر شوي. او خمس مرات. انا اتذكر اربع بسعين انا كن مدرب بالتراشي. اه. بالزبط. طيب يعني يعني حيب بتقول ان الفرس. انت حيك حياة الفوز على زمالك انا عارف. اه يعني اه الفرص تكاد تكون وفقا لكلام حضرتك قريبة وان كنت ترى ان الترجي ربما يكون. قريبة مع ان الفريقين لكنه افضلية نسبية للترجي. للترجي. لان المرض في فترة طيلة جدا. نعم نعم. طيب حيك حاليا بتشغل منصب. اتفاضل طيب. كابتن فوز حيك حاليا المدير الفني للمنتخب الليبي. صح. اه يعني كنت تتمنى يكون المنتخب المصري معك في نفس المجموعة احنا طبعا في مجموعة واحدة حاليا. والله اللي ما نعنيها لاناك لا ما نش عارف. لان احنا طول وقت الحاضر للمنتخب الليبي انا اه اه. العقد النجاها على من أ biết اه يوم معين اه اه اتفائم الغشة ممكن نقاضية جديدة. الممكن يقاضية جديدة احنا الظروف. ها اه. ممكن نى م ustedes يقاضية ماذا او من الغزوط Third auf LeR, او من اللعب آآ فترة العلة مع مصر او من اللعب اش مهاgeben في العلم مع مصر. على كل تاحني نعملوا ماذا في المنتخب الليبي على اه آآآ ياه يعني Si essayage الافضل في رقم الى الكورة ومخافش ما نتحدى مناقش سويلة بالكورة مانتا يتحدى مانتا اي جانيك. طيب مجموعة طيبة الا قادرة تنسز مانتا على متل تقاهي انتا سفيكة وليه مانتا اه ترشع في الدولة الاولة وتتلع علي. تمام تمام. باشكر حاكم. مانتا كل مقابلة عند ظروفها كما قلت وانتا بسيات حالي مانتا انت يسمي مانتا في شهرك. لعب التوفيق كابتن فاوزي. مانتا نلعبه مع المنتحدة في مصري. عند اعمال الظروف مانتا اللي بيصير عليها المباريات الشيء. ان شاء الله. باشكرا كابتن فاوزي وتمنى لك كل توفيق. شكرا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. قبل المكان ما دي كنت اقول لحضراتكم انه احنا اعتدنا انه بنقول اي حاجة بيكون فيها تعليق او ردة او كده وكده وده شيء جيد جدا. من ثلاث ايام كنت انا اتكلمت وقلت انه يعني في خضم الكلام انه نلعب ليه في الدوحة وكده وكده وانا قلت ما فيش مشكلة ان احنا نلعب لكن انا قلت في الجملة بتاعتي قلت يعني انتوا بتاخدوا البطولة دي دي بطولة في افريقيا وانتوا اسيا ما تسيبوا افريقيا في حالها نلعب في اي حتة تانية ليه بتاخدين البطولة تلات مواسم متتالية بتكلم عدوحة يعني. ساموا لقيتو موجود حاليا بدعوة من قطر يحللوا الحكاية والرواية واسترزق بدولارين وكلام ده كله. فطبعا اه الاخوة الصحفيين هناك في قطر المتابعين بفضل الله البرنامي وكلام ده فاخدوا كلمتين بتوعي وقلوله وطبعا قبل ما يقولوله كان مرتبين حوار يعني فقلوله يعني رأيك في اللي بيتقال انه البطولة يعني افريقيا ليه تيجي اسيا ومش هارفيه بتاعه طبعا هو زاد من من الشعر بيتا وقعد يقول ويدي امثلة وكذا وكذا ولازم ان احنا نخرج برا القارة وشوفوا تفرجوا على كذا وعلى كذا ادي امثلة بس مع الاسف كل الامثلة اللي اداها لا تتطابق مع الوضع بتاعنا برضو انا برد عشان يبلغوه هذا الرد يعني. يعني انا قدامي كلامه هنا. كلم على يعني مجموعة ماتشاتة لعبة خارج القارة زي مثلا اسبانيا يعني ادي امثلة مثلا لليفر بول وتشيلسي لريال مادريد وقتلتكو مادريد لمقدونيا ومنشستر وانت الكلام ده كل. هو هنا صاموا لقيتو مشوها خبالو انه الامثلة اللي اداها هي امثلة لبطولات محلية. محلية. يعني اما نيجي نتكلم على ليفر بول وتشيلسي دول اتنين انجلتر. وبعد ان لعبوا فين? لعبوا في تركيا. يعني لعبوا في اوروبا. ريال مادريد وقتلتكو مادريد اتنين اسبان. لعبوا فين? في اسطونيا. اوروبا. آآ آآ ريال مادريد ومنشستر يونايتد. لعبوا في مقدونيا انا قلت. ريال مادريد واشبالية لعبوا في النرويك في اوروبا. آآ برشلونة واشبالية لعبوا فين? في جورجيا أوروبا كله في أوروبا وبعدين احنا هنا برضو بعدا ما انا قلت الحكاية دي بعض طبعا من الشباب وانا بحب تعليقاتهم جدا والله وحب نتناقش ونتعاكز في الحوار فهم قالوا يعني الكابت المتحب بيقول انه يعني الترجي والزمالك رايحين يلعبوا السوبر بتاعهم في قطر طب ما الاهلي والزمالك رايحين يلعبوا السوبر بتاعهم في أبو ظابر هناك فارق يا جماعة خلي بالكم اهلي وزمالك دي بطولة محلية احنا هنا في الاتب في بلد واحدة لكن التانية بطولة قرية زمالك ممثلا لمصر في الكنفدرالية والترجي ممثلا لتونس في دوري ابطال افريقي ما تقدرش تقيس دي بديه اهلي زمالك دي احنا بطل دوري وبطل كاس جوه بلد واحدة فروحنا لالعب في اسيا اللي هي الامارات تمام لكن الوضع مختلف تماما ترجي ومصر هدي بلد وهدي بلد اخرى انا بس حبيت اعقب سواء للاخ سامو والاتو مش هو بقى لان هو طبعا مش هاي فهم كلامه ولا يسمعوه اللي هم قالوله يعني فانا برد عليهم يعني وفي نفس الوقت بوضع هذا الامر لكن خلاص قدر الله مش هاي فعل وكل حاجة بتشترى بالمال يعني كل البطلات بتشترى بالمال وعلى فكرة ماني توكس ده مبدأ عام ما بنعترتش علي ابدا اللي معاه تماما فهم بيشتروا دفعوا فلوس عشان ياخدوا تلت بطلات سوبر افريقيا في الدوح فلاص مع فلوس يشتر ولا قدر لومه ولا قدر لومه بفلوسه بس عمر مفلوسه هيقدر يعمل تاريخ ولا مجد ولا بطلات ولا ولا لا الفلوس لا تشترى هذه عمرو او يعمل بس مش بالفلوس البطلات لا تشترى بالفلوس والتاريخ لا يشترى بالفلوس على الاطلاق لكن ممكن تشترى بطولة تقام على ملعبك بالفلوس ممكن تاخد رايتس دوري انجليزي اسباني ايطالياني اي اي بي اي بالفلق تمام كل ده بالفلوس انا موافق جدا لانه هذا هو المبدأ ده وضع طبيعي جدا مش معترضين عليه يعني طيب طبعا بن شريفية ابو المعز او المعز بن شريفية طبعا حارس المرمى العملاق لفريد ترقي التراجي تحدث وقال لا يوجد افضل من لقب السوبر الافريقي لنهدي لجماهيرنا في يوم عيد الحب اللي هو يوم الجمعة يعني نريد ان ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي التراجي لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بهذا اللقب واسعاد الجماهير نحي التانية بلال بن ساحة وهو مهاجم التراجي شدد على انه لعبي فريقه يعرفون كيف يحققين الفوز بلقب السوبر وقال سنفوز بلقب السوبر الافريقي لندخل السعادة على جماهير التراجي طبعا بلال بن ساحة جزائري وقال نعرف جيدا ماذا سنفعل لنفوز بالمباراة ونحقق اللقب المهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا مواجهة الزمالك تحتاج لتركيز شديد من جميع اللاعبين حتى نستطيع الفوز بهذا اللقب اخر واحد اتكلم من التراجي كان فوسيني كوليبالي قال نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة واضاف لعب الوسط الكاميروني كوليبالي الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز باللقب السوبر لن نرتكب الاخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي جاهزون جميعا للفوز باللقب دي كانت تصريحات ثلاثة من اهم لعب التراجي التونسي هي تصريحات وطبعا الدمالك على الجانب الاخر مؤكد كل اللاعبين يتحلون بالقوة وبالعزيمة وبالإصرار بمشيعة الرحمن هذه المباراة للكبار فقط هذه المباراة للكبار فقط وان شاء الله بإذن الله سيكون هذا اللفظ وهذا المعنى من نصيب نادي الزمالك بمشيعة الرحمن مع أخبار النادي الأهلي ومقتطفات أخرى سريعة وسؤال محير جدا أوجهه للنادي المصري ولكن بعد الفاصل النادي المصري الكبير يلوح بإمكانية عدم مشاركته في مباراته أمام النادي الأهلي يوم الجمعة القادم في الدوري العام نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري المستاذ محمد الخولي يا مساء الله نوار يا محمد بيه مساء الفول يا كنتم متحد تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكبير يا مرحبا أنا قدامي خطاب حضراتكم بعتوه للاتحاد المصري في قوة القدم قل لي فحواه والله هو بخصوص النادي مبارات الأهلي بخصوص مبارات النادي الأهلي الموضوع ببساطة ومنتغي شفافية تحدى قوة بعت أن مبارات النادي الأهلي بدون جمهور تقتصر فقط على عضاء مجلس الإدارة من الجانبين من الناديين سواء عندنا أو النادي الأهلي فيما لا يزيد عن 15 واحد من كل نادي كل اللي احنا طلبناه الالتزام بالأعداد اللي اتحدى القوة بعتها وطلبها مننا احنا كنادو مصري أتمنى الالتزام من الجانبين من نادي المصري طبعا احنا بالنسبة لنا متزمين بالعدد 15 فرد اللي احضره المبارات من مجلس الإدارة وجهاز التنفيذ للنادي وأتمنى ان النادي الأهلي التزم باردك بنفس العدد دوات وبعثنا عشان احنا كان لنا تجارب سابقة قبل كده للأسف مفيش التزام من جانب النادي الأهلي بنفاجئ بحضور جماهير بعد ذلك بيه جدا في المبارات وطبعا دوات مبدأ التكافأ أو مبدأ يعني العادل في المبارات دي تحديدا يعني مش عارزين حساسيا يعني انت عارف المبارات دي بيبقى فيها شوية حساسيات وكده بيس عارزين حاجة سديد وطبيعي جدا جمهورنا بيبقى قاعد بيتفاير على المبارات وما بيش حس ان فيه جمهور او فيه عدد من جمهور في الاستاذ اكيد بتعمل حالة من الاحتقام بين الجمهور انتو قلتو فان ادارة النادي المصري تتمسك بالعدد المصرح به لدخول اعضاء مجلس ادارة النادييني بواقع 15 فردا لكل نادي وعدم خوض المباراة في حالة مخالفة ذلك هل انتو بتعنوا هذه الكلمة يا محمد بيب؟ بنعنى هذه الكلمة مش هنبدأ المباراة الا لما يكون 15 من هنا و15 من هنا طيب اكتر من 15 من هنا ومن هنا مش هتبدأ المباراة الا بالعدد ممتاز الحياة الخطاب الاخر هو خطاب صعب قوي 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 برضو هنشرح الاول الناس انتو بعتوا لاتحاد الكور عشان تقولولو ان انتو عايزين تلعبوا في استاذ الاسماعيلية وبعدين بعت لكم الكابتن وليد العطار للسيد اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي المصري قال اشارة الى خطاب سيادتكم برقم كذا بشأن طلب اقامة مباراة النادي في الكونفدرالي الافريقية والدوري وكاس مصر باستاذ النادي الاسماعيلي نتشرف بالافادة ان الجهات الامنية المختصة افادتنا بعدم الموافقة على اقامة اي مباراة لناديكم سواء في الكونفدرالية او الدوري العام او كاس مصر على استاذ الاسماعيلي فنأمل باتخاذ اللازم وموافتنا بالملعب البديل المفاجأة بقى لحكا تحكيها لدلوقتي عملته ايه قبل ما اقولك عملنا يا كابت المتحد اممكن انا عاوض بسا تقريف انت شخصيا بحاجة انا طلعت الاسبوع اللي فات معك في البنبغ المحتوان بتاعك نعم وقلت لحدك باللفز كده اتمنى انت تقف معنا ونشدنا بس انا قلت في النهاية الامن يرى ما لا نراه يعني بالزبط بالزبط كده كابت المتحد وقلنا وكلمنا وقلنا بالناشد الامن وبتحديدا ابن اسماعيلية ان شاء الله الموافقة تيجي لان هذا المصر يلعب بين اسماعيلية وانت عاك في المسافة سبعين كيلو بيننا وبين اسماعيلية امنيا حتى كابت المتحد لما انقل جمهور من برصعيد الاسماعيلية الدنيا سهل عليها جدا مش وارب القطر ساعة ونص ولا حاجة ولا ساعتين الموضوع سهل جدا جدا لكن لما انقل جمهور حتى لو كان عدد قليل من برصعيد الاسكندرية الموضوع صعب جدا 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 علي انا كنادي مصر وعلى جمهور وانت عايف جمهور نادل مصر يا ما تحمل وبقى انا ثمن سنين متحملين حاجات كتير جدا ما يتحملهاش اي اي نادي في الدنيا ولا يتحملها اي جمهور في الدنيا كلها مش هنتكلم في الماضي خلينا نتكلم لا لا خلاص الماضي نطويه خلينا نتكلم في الموجود حاليا بتنزب انتحدك قلت وتفضلت وبعتنا فكش الاتحاد وقالنا له وقال لكم الامن بيعتذر عن الاسماعيلي عملتوا ايه بقى يا محمد به ايه بكين احنا كان لنا لقاء مع اللوعد الغطبان اللي خليني عبر المنبب بتاعك اشكروه وقدمه التحية محافظ الاسماعيلي الدعم الاقوى والاكبر لندن مصر في تاريخه المحافظ التاريخي لندن مصر احنا بنعتبر احنا في الصعيد يمكن احنا راجل وعدنا ان هو يتحرك في الموضوع بتاع الاسماعيلية بالفعل اتكلم مع المسؤولين الامن في اسماعيلية والسيد المحافظ محافظ اسماعيلية وممكن مسؤولين في نادي الاسماعيلي لكن للأسف احنا اتفاجئنا قمنا من النوم من النهار اتفاجئنا بالخطاب اللي بالنسبة لنا مفاجئة بعد التدخل السيد عادل غضبان محافظ ابو صعيد في الموضوع اتفاجئنا بالنتحدة كوها بعت لنا الفاكس ده والموضوع بقى بالنسبة لنا صعب والامور صعبة جدا بالنسبة لنا وبناء عليها محمد بيه وتحديدا بس عاوز اوضح حاجة للجمهور بالنسبة لنصر بصعيد لما نفس مدرية الامن ونفس المسؤولين عن الامن في مدينة زي مدينة اسماعيلية يستطيع في الاسبوع اللي فات المباراة الاسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية بعشرة تلاف مشجع والاسبوع اللي جاي الاسماعيلي والرقاء بعشرة تلاف مشجع نفس الكلام ويتيجي النهار دا توفد انا بتكلم على اختاب الامن اختاب الاتحاد اللي بعثه وييجي الامن النهار دا توفد النهاد المصر وجمهه بصعيد اول السؤال اللي انا عاود هتطحه على المسؤولين في امن اسماعيلية هل النهاد المصر وهل بصعيد بمكنت حسبس على مصر ومش مصليين لا 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 مش عاديد نروح للمنطقة دي يا محمد بيه مش عاديد نروح للمنطقة دي لا هو ربما انا هكمل لحضرتك بس خليني الاول هربش مننا وبناء عليه وبعلا libNO فلو الحواد وبناء عليه اجتماع مجلس ادراء النهرب في حاد الاسماعيلية بجامngaions فينا زي الاسماعيلي زي الاتحاد. زي الاهلي زي الزمالك. نعم. النه Krishna النادي الاهلي والنادي الزمالك بيفاصل فعدد parte الاتحاد طلب 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 خمسين الف. والامن بيدلو ثلاثين الف. نعم. وانا بيبث في مصر زي الاهلي اهلي والزمالك. وبناء عليه في عدم آه موافقة الامن وما في تتحدى الكرة على لعب النادل مصر في السادة السمعالية بجنبهو فيه قرار مجلس إدارة بالفعل وأخذنا القرارات وأخذنا الخطوات بالفعل وأنا بعت لك الفاكس اللي بعتناها لنادل نهض البكرة إن شاء الله نلعب مباراة الزهاب في المجرب إن شاء الله في مدينة مراكش والعودة العودة مصروم هما في بركان إن شاء الله يعني يعني نلعب الماتشين في المغرب آه إن شاء الله طب إنت حضرت أنا طبعا قدامنا الجواب هو وحضراتكم بعدتوا للأستاذ حكيم بن عبدالله رئيس نادي النهضة الرياضية البركانية بالمملكة المغربية وقلتولوا إن انتوا يبساعدكم إن انتوا تلعبوا مباراة الزهاب اللي كان مقرر لها في مصر هناك في المغرب بس في ملعب آخر غير ملعب نهضة بركان في مراكش وبالتالي الملعب تحديداً الملعب الكبير في باركش الملعب الكبير يعني أنا أتصور إنه هذا الخطاب هو نوع من أنواع ردة الفعل لما جاءكم من اعتذار الأمن عن إقامة المباراة في الإسماعيل لأنه من غير المنطق يا محمد بيه إن انتوا تطلبوا مباراة الزهاب والعودة اللي اتنين يبقوا في البلد اللي انتوا بتنفسوها على عبور دور الثمانية يعني هذا أمر صعب جداً لأنه انت كأنك بتديله المفتاح اللي خرجك به بره البطول مش عارف رأيك إيه يعني في الكلام حلنا حل صعب جداً يا كابتن خلينا بس منطقيين يا كابتن متحد وخلينا نمسك في المشكلة أو نشوف المشكلة فين ونحلها لكن أنا مطلوبنيش أنا كنظر مصر ما عنديش حلول أمن بلدي مش عاودي تستقبلني أمن بلدي أنا كنظر يعني تروح المغرب تلعب أفضل ليك وأن انت تروح أسكندرية يا محمد بيه يا جماعة أعمل ايه بتتكلم مع المسؤولين في اتحاد القرى لا حول أو لا قوة مفيش وجا cheese هم مش أصحاب قرار هم مش أصحاب قرار وأنا عاوز كابتن محمد طضي يطلع pilن مثلا ارد عليها الاسبوع اللي فات. وكل المسؤولين في اتحاد الخورة. عاوزين حد يطلع يتكلم. هم مش اصحاب قرار يا محمد بيه. اه كويس قوي. مش اصحاب قرار يتفضلوا ميقدموا السؤالات ومعروف البيت يا كابت المتحد. لكن الوضع اللي احنا فيه. انا مش اشيل. انا مش اقضى هتحمل اكتر من كده. انا انا جمهور بيتهمني بالتخازل. في اتخاذ القرار. اه بس يعني حضرتك الاسهل. الاسهل ليك يا محمد بيه. الاسهل ليك انا اسف لما واتعتك. الاسهل ليك ان انت تروح المغرب ولا تروح اسكندرية. بالوضع بالوضع اللي انت شايفه يا خبتم. بالوضع اللي انا شايفه وحالة الاحباط وحالة الغليان اللي داخل كل صعيد. اه اظن وانا بقولك يعني اظن ان بالنسبة لنا نلعب في المغرب افضل من نلعب في اسكندرية. بمن ثلال امانة والله انا مش بقول لك الكلام ده في حالة غضب ولا زي ما احداك بقول رد فعلي طبيعي لكن والله العظيم زي بقولك كده احنا في مشكلة كبيرة جدا بقالنا ثمان سنين وعملين نقول كل سنة اجماعة بعد اذنكم خلاص ثمان سنين بقالنا ثمان سنين يا كابت المتحد وامكن احنا نشدنا حضرك قبل كده ونشدنا المسئولين ومسئولين عن الامن ونشدنا اكبر جال الدولة صدقوني يا جماعة خلاص اه مش عاوزين يبقى في حالة احتقان في الشهر بو سعيدة يا كابت المتحد زي انا زي الاهلي الاهل انا بس على حضرك وانت على الهواء وانا عادي في قوات جدا اللي انت كلمتك بسموعة اعلاميا حضرك انا كنادو مصر من زي زي الاهلي زي الزمالك زي الاتماعيلي زي اللي تحق فبنته السنة اللي فاتت لعبته على السادة النادي المصر بالزبط يا كتب وبحضور جماهيري وبحضور جماهيري كبير جدا لعبنا بحضور جماهير حوالي عشرين الف متفاجئة او خمسونس الف متفاجئة جوه جوه بور سعيد جوه بور سعيد اذا الامن لم يقصر في هذا التوقيت معاكم فان هو سمح لكم في بور سعيد ان انتوا تلعبوا اذا ربما يا محمد بيه انا دايما اقول ايه انا مش بقوله عشان حاجة والله وانا متعاطف جدا جدا مع الفريق النادي المصري المحترم لكن احنا في النهاية انتم رجال دولة يعني اللي بيديروا الاندية خاصة الشعبية هما رجال دولة بما انه امن بور سعيد السنة اللي فاتت انا تفرجت متشاد تحفة وجماهير تحفة واستاذ بور سعيد كان مملوء عن اخره الامن لم يقصر مع اه اه مع النادي المصري في بور سعيد ربما هناك رؤية احنا مش شايفينها يا محمد بيه فيما يتعلق بملعب الاسماعيلي ربما كابت المتحد كابت المتحد الامن لم يقصر ابن ابو سعيد والله هو عشان خطاب مساعد وزير داخلية ابن ابو سعيد لكل الاحتوان مننا ولكل التخزين مننا لم يقصر معانا خالص 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 ولعبته نهضة بركان نفسها وكسبتها واحد صفر عندكم بالزبط كده يا كابت المتحد وعلى نفس وعلى نفس المستوى يا كابت المتحد جمهور النادي المصري جمهور ابو سعيد لما يقصر ظهر بكل ظهر رائع رائع جدا 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 رائع كل العالم تكلم عننا وممكن حضارك لو لو تفتكر المنظر المنظر مشرف لجمهور النادي المصري جمهور ابو سعيد صح وحاجة يعني حاجة ما فيش اكبر من كده زي ما بيقوله بالزبط كده مدحد لكن انا مش فاهم اه كان فيه كان فيه على المستوى الشخصي الكنتلفونات النهاردة بجهات امنية هنا داخل مدينة بوسعيد والاسب بلغونا ان ان الامن الوطني ومدير امن اسماعليه رافض استدافة جمهور النادي المصري قلنا لهم يا جماعة وحظنا ومزلنا بنحظ يا كابت المتحد ليه حالة الاحتقال ليه ليه نخلي المشجع البوسعيد او او المشجع المنتمى للنادي المصري حل بيحس بالظلم وليه الكلام ده كله احنا بغينا عن الكلام ده كله احنا مش عايزين نوصلها للمعاني دي يا محمد بيه اطلاقا ماشي بس احنا بغينا احنا بغينا عن كل كل كلام ده احنا ما بنشوفهاش يعني برضو خلينا نقتنع او نتفق وانا برضو هنا بخاطب جمهور بورسعيد يعني عشان ما نوصلوش كلمة احتقان دي كلمة كبيرة جدا احنا في ظروف الدولة بتمر بظروف خاصة جدا 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 وهناك امور ربما لا تظهر على السطح السطح اللي قدامنا اشمعنا الاسماعيلي لعب كذا واشمعنا كذا وانت حيك لعبت على ملعبك وبفول كبست زي ما بيقولوا بامتلاء مدرجات ما حدش قصر اطلاق اذا مؤكد مؤكد الامن هناك رؤية احنا ما نشوفهاش وما ينفعش كمان لنقشها على الهوى انه انتقال جماهير بورسعيد للاسماعيلية ربما في امر ما هم ما شايفينه احنا مش شايفينه فصعب اوي ان احنا نصدر كلمة ليه نخلي جمهور بورسعيد يحتقن اطلاقا اطلاقا لانه اهل بورسعيد هم اهل مصر وهم في القلب ولعبتم على ملعبك بكامل العدد وكانوا كرنفلات واحنا اطلعنا كلنا اشادنا بجمهور بورسعيد اذا هناك امر ما احنا مش شايفينه انا بتمنى بتمنى يا محمد اتمنى 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 هل من منطق النهاردة اللي انا العب في السادس كندية بالف ومشجع والاندية اللي بتشايك معايا في نفس البطولات ونفس على مستوى البطولات نفسها بتلعب بتلاتين وايبعين الف مشجع هل دي طبيعة بس انت لعبت على ملعبك بعشرين الف لعبت على ملعبك بعشرين الف دي السنة اللي قبل اللي فاتت ايوا ايوا لما كان ملعبك جاهز هل النظة الامنية لهم كل الاحترام مننا وانت عم بتقول احنا حجل دولة طبعا انتو رجال دولة احنا بنتكلم في ايه ونقول هل من الطبيع ان انا النهاردة لما روح للعب مطيف اسمالية أو ألعب مباراة في إسماعيلية تقولي لا مش هلقى صديفك وتصديف اللي إسماعيل هل إسماعيل ملعبه طبعا مفيش كلام ومدينته وكل حاجة هل دي طبيعي يا كابتل متحد هل أمنيا يا كابتل متحد اللي انت تنقل جمهور من بوصعيد لسكندرية أسهل من اللي أنا ألقل من جمهور من بوصعيد لإسماعيلية تفتكر أننا وحضرتك مؤهلين للإجابة على هذا السؤال لا طبعا لا طبعا لا ولا حضرتك ولا مجلس الإدارة المحترم مؤهل للإجابة على السؤال ده السؤال ده مؤكد له إجابة أمنية هم يروها نحن لا نرى دايما دايما دي كلمتنا كمجلس إدارة لما الموضوع بيبقى مختص بالأمن بنبقى في حالة صابت كاملة عشان زي ما أنت بتقول كده لكن ما عادش عندنا صدقني صدقني يا كابتل متحد ما عادش عندنا أجوبة ما عادش عندنا جوابات هاي الأجوبة احنا بنقولها عليها وهو ما هي الأجوبة هاي بتتقل لجمهور برسايدة هاي جمهورنا بيحملنا المسؤولية لا لا إطلاقا أنتو تحمل أنتو لا تتحملوا صدقني وإحنا وصلنا المحالة تعلم مش قدل نستحمل لا لا برسا محمد بيه هو حضرتك النهاردة إحنا بنتكلم في منبر إعلامي واللي بيتفرج علينا بيتفرج واللي ما بيتفرجش هيشوفه على اليوتيوب إحنا بنقول هول جمهور برسايدة أنه أنتو يا جماعة الأمن فتح لكو صفحة كاملة لاستقبالكو بالكامل كنت عشرين وكتر من عشرين ألف كانش في مكان إطلاقا جوه مدرجات برسايد إذن أنتم في القلب لما نروح لملعب آخر الأمن له رؤى نحن لا نراها ده مش معناها على الإطلاق أن مجلس إدارتك مقصر لأن مجلس إدارتك لا يملك القرار ولا اتحاد الكرة لا يملك القرار والأمن عندما يعطي القرار فهو قرار مغلف بإحساس أمني بالحفاظ على سلامة الناس أدينا قلنا هول الجمهور خلاص وصلت الرسالة لجمهير برسايدة محمد به ومسألة أن أنت بيقولك مش هتالف الإسماعيلية تقول هلعب الماتشين ده أنت هنا بتقتل جمهورك أن أنت تلعب الماتشين في المغرب يعني أنت تماما بتقضي بنسبة 90% على فرصك في التقاوم أنا متأكد أنه ده ردت فعل يعني سريعة لكن أنا واثق أن هذا الأمر لن يسير على هذا الوضع أنا عارف كمان أن المغرب رد عليكم نهضة بركان ردت عليكم مش كده آه وافقوا الناس والوافقين على طبعا وافقوا ده يوفقوا يرحبوا جدا آه طبعا طبعا هتروح بقى التكاليف قد ايه رايح والتكاليف قد راجع وترجع تاني السفل تاني عاوز أقول لك أن فئة نهضة بوكان يعني إحنا طلبنا أن هم يشيروا تكليفها بتاعت النهضة المصر بالكامل آه وهم وافقوا بس مش دي الموضوع اللي خصيني طبعا آه أنا بس أتمنى يا كبتة المتحد النظرية الأمنية اللي احنا حضارك بتتكلم فيها وكلنا منتكلم فيها أو مش عاوزين نيجي جنبها ما تبقاش بس الموضوع النظرية الأمنية دي ما تبقاش تتطبق إلا على جمهور نظر مصر بس وعلى بوسعيد بس يا كبتة المتحد لا إطلاب ما على كل الأندية تايب الزبط الدول ممتاز حاليا يا كبتة المتحد لما تلعب جميع أندية الدول تلعب بدون جمهور ما عدا الأهل والزمالك بلعبه جميع الكلام ده إحنا اللي بنوجد حالة الاحتقان يا كبتة لا ما فيش احتقان لازم وعموما هي لازم ضغط فينا يا كبتة المتحد تمام الرسالة الرسالة بتاعت حضرتك وصلت وأعتقد رسالتي أنا كمان وصلت وإن شاء الله بإذن الله الساعات القليلة القادمة تشهد انفراجة مقبولة وفقا لرؤى الأمن اللي كلنا بنعمل لها زمحيك قلت تعظيم سلام أنا بشكرك يا محمد بيه حابنا نوضح للناس ونوضح لأهالي بورسعيد إن انتم غير مقصرين ولا تملكوا القرار ولا اتحاد الكوري يملكوا القرار وإذا كان هناك قرار أمني فمؤكد مدعم ومبني على أسباب إحنا ما نشوفاش هما يشوفوها أفضل مننا متمر بشكرك يا محمد بيه شكرك شكرا جزيلا أنا طبعا زعلت جدا بمنتهى الصراحة إنه ردة الفعل للنادي المصري إنه يبعت لنهضة بركان وعرضت لكم الخطابات دي حصرية لحضراتكم يعني إلى أن تظهر طبعا على بقى المواقع وكده ما ينفعش إبقى ردة الفعل أنت مش هتلعبني في الإسماعيلي طبعا أنا هلعب المتشين في المغرب ده أنت كاي بتحكم على فرقتك إن هي تروح لأنه فرصتك إن أنت تلعب في مصر هنا مباراة تكسب بإذن الله وتروح هناك قد ما تقدر يعني بحيث إن شاء الله بمجموعة المبارتين تعدل دور الأربعة أما إن أنت تسلم نفسك المبارتين في المغرب أعتقد إن ده ردة فعل لكن إن شاء الله تكون ردة فعل مؤقتة ولا تستمر على الإطلاق كمان أنا عايز أقول للنادي الأهلي وجماهيره اللي قاله لسيد محمد الخولي هو كل الحق إذا كان الأمن حدد خمستاشر واحد طبعا إحنا أكتر ناس مدارين كجماهير بيدوية يعني خمستاشر من هنا وخمستاشر من هنا أرجو إن جماهير النادي الأهلي ما تروحش هذه المباراة لأنه اللي ينطبق على المصري ينطبق على حضراتكم أنتوا اللي اتنين ودي مباراة المصري كمان فما ينفعش إطلاقا عشان ما نعملش مشاكل من سنتين أنا فاكر أو حاجة زي كده وكانوا أخذوا قرار سامير بيحالبية مش هنلعب وبتاعوا أنا تعملت في التليفون والدنيا تقلبت والحكاية والرواية مش عايزين نتكرر المأساد دي على الإطلاق إنه خمستاشر هنا وخمستاشر هنا تقام المباراة هذا وحق الله ما ينفعش أنت تدخل جمهورك ألف وألفين وبتفرج عليك ده ما ينفعش وغير مكبو على الإطلاق طيب سريعا بقى جدا أخبار النادي الأهلي اليوم كان النهاردة طبعا تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمباراته يوم الجمعة أمام النادي المصري بمشاة الرحمن ثم المغادرة إلى دولة الإمارات أبوظبي للقاء السوبر المصري بطل الدوري مع بطل الكاس فيلر نهاردة قاد التدريبات اجتمع باللعابين في بداية التدريبات اتكلم معهم عن المرحلة الجاية الصعبة المليئة بالمباراة الحساسة جدا على جانب آخر محمد مجدي أفشا صنع الألعاب أدى تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب بيخضع لبرنامج استشفائي كل اللاعبين خضعوا لوحدات تدريبية خفيفة متنوعة بالكرة في إطار الاستعداد لمواجهة المصري طبعا هنا الجهاز الفني بيسعى لتخفيف الوحدات التدريبية والبدنية في ظل ضغط المباراة اللي بياخدها الفريق لأنه لما ابتبقى فيه متشات كتيرة ومتعاقبة في أزمنا سويرة لازم الوحدة التدريبية تقل والحمل يقل علي لطفي اكتفى بأداء جلسة أهلية كمان في الجيم محمد الشناوي انتظم في مران الحراس بعدما أدى تدريبات بردو بدنية خفيفة على هامش تدريب الفريق فريق ان شاء الله هيؤدي مرانه الأخير بكرة بعد الظهر على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لموجهة النادي المصري البورسعيدي على استاد المكس طبعا ما فيش كلام انه هذه المباراة حاسمة جدا لكل الفريقين نادي الأهلي بيؤكد صدرته النادي المصري يسعى إلى مواصلة الانتفاضة بعد الفوز على طبعا وادي دجلة بالثلاثة فيما يتعلق به الكابتن يهاب جلال ضم عشرين لاعب للقاء النادي الأهلي بيغيب عن المباراة عمر موسى قائد الفريق اللي توفي والده منذ ساعات رحمة الله عليها عمر يعني ربنا يلهي لكم الصبر ويسكنه فسيحة جناتي بإذن الله كمان غياب أحمد مسعود اللي أصيب بكسر فيه إسبوعه بهاء مجدي أيضا لن يكون موجود بسبب الإصابة وبالتالي القائمة كالآتي في حراس المرمى أحمد عفتاح ومحمد شحاتة في الدفاع إسلامة بسليمة كريم العراقي عمر كمال خالد مصطفى سعيده سنبوري في وسط الملعب فريد شوقي إسلام عطية إزي إميكا حسن علي أحمد ياسر حسير رجب مفتاح تقطع شيخ مكورو محمد جابر عبد الناصر دمارية وأيمن ندا في الهجوم محمد وادي وأستن أموتو طبعا فيما يتعلق بالنادي الأهلي فهناك كلام إن كريم ندفد هيخضع لفحوصات طبية جديدة وربما يجري جراحة تلتة في الرجبة مع خبير ألماني آخر غير أندرياس فيلر الخبير الألماني اللي عمله جراحة الغدروف من قبل كمان حمد فتحي هيطل لألمانيا خلال أسبوعين كمان هناك فحص طبي جديد في ألمانيا لسعد سمير يعني هناك لعبين طبعا بتعالجوا على أعلى مستوى ويعودوا بإذن الله أفضل من مكان آخر حاجة بالنسبة للنادي الأهلي وهي خاص لمساء الأنوار والقاهرة والناس طبعا بكلام كان طلع على لسان مؤمن ذكرية إن شاء الله بإذن الله يعود بألف سلامة غادر وسافر ووصل إلى أمريكا من خلال المستشار تركي ألي الشيخ اللي حجز له هناك وإن شاء الله سيعرض على إخصائيين كبار ويبدأ رحلة علاج وحتى هذه اللحظة ما حدش قادر يعرف إيه نوع المرض اللي مور به مؤمن لكن طبعا هناك الطب في أمريكا متطور جدا إن شاء الله يقفوا على بيت الداء ويعود يعني سالما بإذن الله طبعا هو كان كتب كده تويتا يعني بيشاور فيها بشكل أو بآخر إلى النادي الأهلي وتفهم ما بين السطور أن هناك تقصير من جانبه وإحنا كنت قلت إن بارح إن النادي الأهلي كان بعت يستأذن وضارة الشباب ورياضة في صرف 600 ألف جنيه لللاعب نعارفين اللاعب غير مقيد فمؤمن إن بارح زكريا في حوار خاص جدا لينا لمساء الأنوار قال إن هو غاضب جدا 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 والسبب قال 600 ألف جنيه يعملوا لي إيه والنادي الأهلي بيقول إن هو غير مقيدني وبالتالي ما يقدرش يطلع لي فلوس وما ذلك كلام على لسان مؤمن زكريا طب أنا بتساءل لهو مؤمن في ثلاث لعيبة غير مقيدين وطلع لهم عقدهم كاملة محمد محمود مرفوع من القائمة بما يعني إن هو غير مقيد طلع له عقده بالكامل كريم ندفد اللي هيجري جراحة ثالثة طلع له عقده كامل وهو غير مقيد سعد سمير نفس الكلام وهو غير مقيد لأنه رفع من القائمة والتلاتة إصابتهم في النادي الأهلي وأنا كمان إصابت في النادي الأهلي ده كلام مؤمن طبعا زكريا الله أنا الحقيقة يعني بناشد كابتن محمود الخطيب المحترم ومجلس إدارته المحترمين إذا كان هذا هو الأمر إذا كان التلات لعبين دول نحن نتكلم كلمة حق بما يرضي الله إذا كان التلات لعبين دول مرفوعين من القائمة وهم بالفعش وهم مرفوعين فعلا من القائمة وآخرهم كهربا دخل مكان سعد سمير فوسعد سمير يتقاضى عقده كاملا وهو غير مقيد بس ده حقه لأنه أصيب في النادي الأهلي ومحمد محمود حقه وهو أصيب في النادي الأهلي وكريم ندفة حقه وهو أصيب في النادي الأهلي كمان مؤمن زكريا حقه لأنه أصيب في النادي الأهلي فهذه هي وجهة نظر اللاعب والحقيقة وجهة نظر لها وجهته أنا بناشد الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته يرجع هذا الأمر ويشوفه بالفعل اللاعب بيمر بظروف نفسية قاسية جدا وما هو أقصى من المرض هو الإحساس بالظلم في بعض الأوقات أو يوضحه لنا يردوا على هذا الكلام ببيان يوضحه لنا يكلمونا يقولولنا إيه السبب؟ إن التلاتة دول ترفعوا من القيمة ومع هذا بياخدوا عقدهم كاملة ومؤمن ذكرية ترفع من القيمة وهو مصاب أيضا في الناد الأهلي ولكن اكتفوا بـ 600 ألف دولار وأرجو أن أنا ما كنتش أثقلت على إدارة الناد الأهلي بهذا الكلام عندنا بقى لعبة بتلعب تجديف اسمه تجديف الصلاة الصلاة وهذه اللعبة ما شاء الله أخدت ذهبية بطولة العالم للصلاة اللعبة نور الهدى يا نور مساء الأنوار يا نور طب شوفوها مرة تانية كان فيه زمان برنامج كان بيعمله القدير أحمد فراج رحمة الله عليك كان اسمه نور على نور يا نور مساء الأنوار مساء الخير يا كافتن طبعا أنت ما توعيش على البرنامج الديني القديم اللي كان اسمه نور على نور لا ما كنتش موجودة ساعتها ما كنتش موجودة طبعا أكيد طيب قوليلي إيه بقى تجديف الصلاة أنا أول مرة أسمع عن هذه الرياضة وهم جابوا لنا فيديوهات لي أعرف فيها يا نور حضرتك عارف تقديف العادي في الماء طبعا هو بقى حاجة زيه أو حاجة بتساعده بس زي بالظبط كده ما فيه جاري عادي على الأرض فيه جاري على تريد ميل هي نفس الفكرة بالظبط بس هو جهاز بنشتغل عليه يعني بيبقى جاي بالمسافة وحنخلص المسافة قدي إيه بم Dartmouth قدامي أه بس هي حاجة يعني حاجة هي والتعديث المهيف مكملين الاتنين لبعض بس دا له بطولاته الخاصة ودا ليه بطولاته الخاصة ودا ليه بتحرق العلام بتاعته ودا ليه بتحرق العلام بتاعته بس هما الاتنين مرتبطين قوي دبعض جميل والبطولة دي كانت في باريس في باريس وانت طلعت من خلال اتحاد التجديف لا ما طلعتش من خلال اتحاد انا طلع الوحدي انا والمدرب بتاعي واختي اما المجلس ادارة اللجنة الولمبية انا قدامي انه وجهلك يعني الشكر وكذا وكذا بعد تحقيق هذه الدهبية هل ده حصل بالفعل الاول هو بيشكرني اه بس انا طلعت الوحدي انا في الاتحاد ما تدخلش خلص السفر بتاعي لغاية بالوقتي اه اه بس طب وانت اساسا لعيب التجديف عادي في المية انا لعيب التجديف اه عادي في المية اه حصل بس ظروف اسكندرية فترة اخيرة عشان تلعت المحمودية اهلوها انهما بيعملوا توسيع على الطريق فالمجرى الدولي بتاع اسكندرية كله تقفل ما بقش فيه اي تجديف اسكندرية فبقى لي فترة طويلة ما بندرش المية خلص اه فما بنتمرنش بقى غير ارضي لان ده الحاجة الوحيدة اللي عندنا دلوقتي اه ده المتاحة حاليا ده الحاجة المتاحة الوحيدة في اسكندرية دلوقتي اه والبطولة دي هل يعني معطرف بها هل فيه اتحاد علامي لللعبة دي هو تأذيف هو كده كده هو تأذيف اتحاد ليه اتحاد واحد اللي هو بيعمل بقى بطولات مية وبطولات ارضي اه يعني التحاد تجديف واللي بيعمل بطولات دي برضو اه 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 طب وانت التحاد تجديف بتاعنا ما طلعكيش ليه اه مش عارف اولي ممكن برا الخطط بتاعته او حاجة بس اه اعرضنا عليهم له ممكن لما نبقى نعمل نتيجة كويسة يبقى يحاول يسوف يعني الموضوع ده او حاجة بس هو اتحاد التأذيف عندنا في مصر ما بيطلعش بطولات تأذيف ما بيطلعش طلعك لا هل بقى في جوائز للبطولة دي مادية ولا كاس ودمتم ده فالبطولة نفسها ين ايوا لا ما هو م editية وخلاص اللعبة مش زي الكروسفت هي لعبة لها اندية ولها اندية والحاجات دي مفهول تصرف على اللعبة اه فعشان كده هي مش بتدي جوائز مادية زي الكروسفت كروسفت عشان ما اندهيش التحاد فهو كل بحد بيصرف على نفسه فهو كل بحد بي'Mحتاج دعم اه لكن احنا الموضوع عند دينا مختلف لأنه مفروض أن فيه اتحادات بتصرف فعالمياً معروفة التقديم ماهنوش جوائز مادية طب أنا شايف هنا فيه متسابقين رجال موجودين هل اللعبة دي أنتو بتتنافسوا رجال مع سيدات؟ لا 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 كل ما واحد يبقى لوحده وفيه بقى كذا كذا تقسيمة يعني للعبة فيه وزن خفيف ووزن مفتوح بنات وولاد طبعاً ده الوحده ده الوحده فيه تحت الـ 23 تحت الـ 18 فوق الـ 23 وانت كم سنة يا نور حالياً؟ أنا نزلت تحت الـ 23 تحت الـ 23 حقاً تكمل 23 خلاص رهر 3 الجاي بتدرسه ولا حاجة ولا بتشتغل يا نور؟ بدرس في كلية فنون عمارة في سكندرية لسه أني فضل ليس أنا كمان في كلية ايه يا نور قلتلي؟ فنون عمارة في سكندرية فنون عمارة في سكندرية ودي لقطات استقبالك في المطار فيه ناس رحوا استقبلوك ياه في المطار أهل صحابي أهل المدرب وسندرية في حد من الاتحاد الجا برد تمام تمام حبينا يعني لما جلنا الخبر حبينا نحييك يا نور؟ أهههه الفكرة أن أنا كنت متوقعة بصراحة الميديا كمان تستقبلني أهه ما لقيتش حد مستقبلني بصراحة والله ما حد قال لنا يا بنتي لو حد قال لنا كنا بعت لالك كاميرا لا لا حضرتك أنا أنا الحمد للإني أنا ممتنة أن فريق متحت كابت المتحت شلا بيستقبلني الوحيد فعلا استقبلني الميديا فأنا ممسوطة أن هي لعبة مغمورة قوي ومش ناس كتير بتبقى عاملة عليها دعاية أو بتعمل بيها حاجة يعني مش ناس كتير بتبقى بتعمل بس مباشر أو بس عامة للعبة زي كده فأنا يعني بشكر حضرتك وبين حركة زي لا لا بالعكس والله إحنا كان لي ناس بينا في الإعداد كان هلال عادل كان في المطار ومعاه كاميرا بالصدفة لما عرف وشافك صورك وتكلموا الحكاية والرواية فإحنا تمينا يعني بالموضوع ايوه كانت هنا حركة موجودة مع حركتك في الاستودي بس إن شاء الله ما رجعيك يسعدنا يسعدنا إن شاء الله بإذن الله 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 يا نور وكذا أيوة تبقي نور على نور يا نور ان شاء الله توفيه يا حبيبتي أشكرك يا نور أشكرك شكرا جزيلا يعني تعرفنا عن عن هذه اللعبة الجديدة الحقيقة وفعلا لما يكونش عندك مجرمائي كأنك بتقدف بالظبط طيب أنا آخر حاجة عندي وهي اللعبة هانا جودة هانا جودة هي لعبة النادي الأهلي اللي عندها 12 سنة اللي بيسموها الطفلة المعجزة وهي بطلة عالم في تنس الطولة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنا بقى أرأى حضراتكم فيما يتعلق برأيكم في تأجيل لقاء القمة بتاعي يوم 24 فبراير قال ترو هذا التأجيل أو لا ترو يلا سعيد خميس الزواوي تأجيل لقاء القمة أتوقع تأجيل لقاء القمة نظرا لقرار الكاف لمباراة الزمالك 28 والأهلي 29 أمير عرفات الصلاحية الجديدة الشرقية وجهة نظري لابد من التأجيل بيبو الخطأ سوري ده محمد كساب إنا أبو طيشت العوامر الغربية أتوقع تأجيل المباراة القمة أبو برغم أننا ضد أي تأجيل هو عشان بأمانة الحوار أبو يوسف من بولاد دكرور كبري أبو عميرة أتوقع التأجيل لأن فيه إرهاق كبير لللاعبين محمود أبو شعيشع كفر الشيخ قرية أبو مصطفى الماتش مش هيتأجل علاء مهران أبو دقة إنا قفت القلعة أكيد هيتأجل محمد حلمت سوق كفر الشيخ طبعا المباراة هتتأجل طبعا كاتبين أسباب كتير بس عشان أخذ أكبر عدد محمد صديق أبو عارف المنشاة سهاج ممكن تتأجل أحمد مصطفى الوجيق قرية شابور مركز كوم حمادة البحيرة إن شاء الله لا تأجيل علي ياسر أتوقع عدم التأجيل طبعا بشكركم كلكوا على الكلام الجميل اللي انتو بتبعتوه أشكركم جدا حازم جمال حيالله طمى سهاج مفيش تأجيل رضا صابر جميل محافظة البحيرة مركز الدنينجات حي الحداد أتوقع لن تؤجل راضي مونير محافظة المنفية مركز أشمون قرية طاليا أتوقع إنها مش هتتأجل علي فاضل الإسكندرية سيدي بيش أتوقع التأجيل محمود صلاح بكر منشاة الأناطر مفيش حاجة هتتأجل محمد بدر أتوقع تأجيل بإذن الله ممدوح عبد العزيز بن سويف مركز الفشن قرية منشاة عمر أتوقع عدم التأجيل أجري كده شوية جماعة وأخذ خمسة المهندس بلال السيد محمد مصطفى قرية الرباعي مركز كفر سقر الشرقية أنا معاك إن في ضغط مباراة كبير جدا هيؤثر على مستوى اللاعبين وليد مبارك قرية أبو سيدوم ساملوت المينيا ما ينفعش الاتحاد يأجل مباراة القمة بسام حسن التأجيل أفضل للفريقين عطية سابت إنا مركز أوس قرية الكراتية أتوقع لم يتم التأجيل حمد الوصيفي أتوقع تأجيل المباراة عزة آسم أبو تشت كومجابر التأجيل رحمة للفريقين أحمد صلاح الزهر أسيوت منفلوت قرية المندرة أتوقع أنها تقام في موعدها آخر ثلاثة هوم يا جماعة كرم سند مفيش تأجيل محمد العمروسي قرية كفر إخشى كفر الزيات الغربية عاوز المتشف معاده محمد عادل من نجاح حمادي مش كويس من وجهة نظري من التأجيل آخر واحدة هو فودة سامير فودة دي كيرنس ده ليه أتوقع عدم تأجيل ألقب مع الممتاز به وكل الأهداف واللقاءات ولكن بعد الفاصل مبروك الفوز النهاردة والاجتماع لينة الأحد لينة المباراة مع مجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني أتى بسماره ربنا يبارك فيك أولا أنا بهدي الفوز ده للمجلس الإدارة كله للجمع العمومية والجمهور المحترم وربطة المشجعين والسبع مليون مواطن كلهم والحمد لله احنا بنحمد ربنا على الفوز ده الفوز ده فوز غالي وإن شاء الله نحو الصعود إن شاء الله بنبذل كل سرى جهودنا نحو إن شاء الله ربنا يوفقنا ويكلل جهودنا بالصعود إن شاء الله الحمد لله احنا عملين حسابنا وربنا هو الموفق وما نيلقش من حاجة والحمد لله احنا أنا في ظهر اللعيبة والجهاز وفي ظهر رابطة المشجعين وجمهور المحترم اللي كان هداء أوراق النهاردة والحمد لله ممكن انت ملاحظ جمهور محترم مفيش ألفاظ مفيش مفيش جمهور واعي وعارب بيعمل ايه وعارب بيشجع ازاي ماشي النهاردة ماشي صعب فرقة المحلة فرقة كويسة فرقة محترمة جدا ما عم ضرب كويس قوي كان لازم نفاذه النهاردة عشان يخليها في المنافسة فالحمد لله لو باشكر النهاردة اللعيبة الرجالة كان على أعلى مستوى باشكر الجمهور العظيمة اللي وفت ورا الفرقة من أول السنة لحد النهاردة موشات الجاية موشات صعبة موشات كؤوس مش محتاج أي بنت نفقده الحمد لله 75% لحد دلوقتي ماشيين كويس فضل الفاتح أنا ونت اللعبتي خلينا يماشيين جنب الحياة من تحت ماتبصش للفولة ماتبصش للتحت الحمد لله كتن محمد دي أول حاجة دي فضل عندي ربنا الأول وفضل اللعيبة والجمهور ومجلس الأدارة ووقفوا جنبنا وجمهوره بالذات ووقف جنبنا في كل حتى معنا فأنا باشكر ربنا الحمد لله على اللي نعمل اللي نعمل اللي نعمل دنا دية كابتن ياسر تعلماتي كلها إنه بقى رجالة في الملعب محدش يأثر كل يعمل اللي عليه ويسيب البيع على ربنا والحمد لله نعمل دا ربنا كده لمجهودنا وكسدنا الحمد لله شغورك إيه بقى أحرازك هدف هدف أغلى ثلاث نقاط الحمد لله يعني بحب أبارك طبعا الهدف ده مجهود لعبة كلها لأنه نهارضة اللعبة إن شاء الله نهارضة رجالة على قد المسؤولية ماتش ده كان لديه حسابات خاصة بالنسبة لنا لأنه قررت احتبر لنا لأنه فرد منصورة فرد كبيرة فرد من مكانيتها إن شاء الله إن شاء الله سنادي إن شاء الله وكنت سنة الصعود لنا يعني الحمد لله إذننا نفرح جمهور العظيم الورانة في كل حيات ده جمهور كبير هل ممكن المنصورة أصعد للدور ممتاز؟ إن شاء الله ده هدفنا السنادي وإن شاء الله إذننا عزمين على بعد إحنا كلعيبة بقلنا فترة إن شاء الله إن شاء الله نشد بعد وإن نحن عزين نفرح الجمهور ده لأن هذا المنصورة ندي كبير ده مكانته المفروض يكون في الدور ممتاز وإحنا كلعيبة إن شاء الله نفذل أكثر ما عندنا إن شاء الله في المتشات اللي جاية وإن شاء الله يكون ده هدفنا بإذن الله هذا في الصعود بإذن الله مرحب� الكباتن الكبار الكابتن أشرف خضي مدير الفاني منتخب السويس مساهل أنواع مساهل أنواع يا أهلا يا حضر لك كابتن ماتح لا يخلي والمدير الفاني لفريق دي كيرنس الكابتن مصطفى عبدو مساهل أنواع يا أبو كباتن أهلا مساهل مناورين طيب نخش في الموضوع على طول ناخد كابتن أشرف نتائج المجموعة الأولى ألمونيوم تليفونات بني السويفي 2-2 سوهاج بترول أسيوت 1-1 المينيا وبني السويفي 2-2 شبان المسلمين هنا مع الإلاميين 1-0 للشبان طهطة ديروت ديروت 2-1 لديروت البنك الأهلي 1-0 على الفيون مجموعة تانية كابنين مجموعة تانية جمهورية شبين بيفوز على القناة 2-0 والمريخ بيتعادل مع الترسانة 0-0 الداخلية والزرقة نتيجة كبيرة الداخلية 5-2 النصر ومنتخب السويس 3-1 للنصر النجوم وكوكا كولة 2-1 للنجوم سراميكا وبيترجيت أول هزيمة لسراميكا وفوز بيترجيت 2-1 مفاجأة كبيرة مجموعة تالتة منصورة 1-0 على غزل المحلة ده منهور 1-0 على الأولومبي دي كرنس 1-0 على الحمام أبو إير الأسمدة 2-1 على بلدية المحلة الرجاء 6-1 فرقه 2 مليك كفر الزياد 0 نبدأ كابتن أشرف فيما يتعلق بالكبار تتزلزل تحت أقدامهم الأرض إذا صح التعبير فالنهاردة بنشوف سراميكا بعدما كان ماشي بقوة غريبة بدأ يتراجع يعني حكرا بص في الجدول كده سراميكا كان فارق كتير جدا جدا كان فارق بتسعة نقط أو بـ 11 نقط فقط ووقات النهاردة بينه وبين الداخلية خمس نقط وبيترجيت دخل بقى 22 نقطة بقى 7 نقطة في الأمطار الأخيرة يعني من وجهة نظرك خسارة منطقية الداخلية 24 نقطة كمان أنا آسف داخلية 24 أنا قلت هل هي خسارة منطقية وشايف الأسبقاء اللي جاية الشكلية يا كابتن أشرف هي بترجدت فريق كبير يا كابتن متحط وفريق كواس جدا معه مدرب كبير أنا شايف من المجموعة دي كابتن علاء عبد العاية أنا شايف المجموعة دي طبعا في ظل التراجع بتاع سراميكا سراميكا كان بدي قوي جدا زي ما حضرت لك تفضلت وقلت لكن هو بداية من الدور التاني فيه عنده مشاكل واضحة زادت بإن شادي المهاجم القطير بتاعهم شادي حسين هدف بتاعهم وفاربع مطشاط ده هو الهدف هو اللي بيساعدهم كتير وكده عمل لهم مشكلة غايب غايب آه لكن لكن أداء سراميكا متراجع بقاله فترة كبتن متى احنا بنحلل كل المطشاط لكل الفرق في المجموعة طبعا وكده هم فريق كان متميز بدء بقوة كبيرة لكن هم يعني بدأوا في التراغع أعتقد أن بقى فيه يعني القصة بقى الصعبة جدا بالنسبة للمنافسة كبتن عشر ما بيكسبش ثلاث مطشاط اتغلب وتعد المطشاط يعني قطتين من تسعة يعني أنت حدنا كابت اللي بتتكلم الخمسة بونت لو هو بيكسب زي في الدور الأول خد تسعة من تسعة بالزبط لو هو خدهم دلوقتي كنت هتتكلم كان هيبقى الفر عشرة بونت خلاص كانت خلصت صعب فاش كلام في ظل إن العدد قليل عدد الفرق وعدد المطشاط لكن هو طبعا لسه برضو خليب لك كابتن عشر في إن المواسم اللي فاتت التلاتة اللي فاتوا دول كان بيه متصدر في الدور الأول والدور الثاني كان بيهتراجع يعني هي برضو مؤشر غريب شوية طبعا وإنت كابتن متعة حرارة كنت مدرب كبير وعارف لا لا عفو ليها ليها أسباب يعني وكده فلكن هو لسه متواجد ولسه لسه برضو الأول بتتكلم خمسة بونت يعني يعني هو لعب الدخلية تعادل معاه مش هيلعب الدخلية تاني فبتكلم في ثمن مطشاط برضو حارف كابتن متعة الدور صعبته في إن المطشاط قليلة ما فيش تعويض يعني النهاردة اللي هيروح هيروح طبعا الدخلية أنا عاش أماله تاني خش عنده أمل كبير خمس مؤت بينه من سيراميك آه بتتكلم في خمس عنده خبرات بتتكلم في فزو وتعادل بالسبب كده فزو وتعادل من ثمن مطشاط خصوصا في ظل التراجع الفن السيراميكا لا فكورة موجود بالزبط طيب يعني خلينا برضو في نفس الإطار بتاع التراجع ده كابتن مصطفى لو بصينا برضو للنحية التانية للبنك الأهلي البنك الأهلي النهاردة 31 نقطة الألمونيوم 29 ورامنهم بني سويف 28 ورامنهم شبان المسلمين إنا 26 دي المجموعة الأولى شايف التنافذ ده شكله إيه؟ التنافس في الدور التاني له معايير التاني خالص النقطة مهمة جدا لكل فريق صعب إن فريق هيحافظ على مكسب مستمر خصوصا في الدور التاني ممكن أحقق مكاسب كبيرة في الدور الأول ممكن أحقق أكبر عدد من المتشاط مكسب في الدور الأول بس أعتقد الدور التاني هتبقى فيه صعوبة كبيرة جدا على معظم الفرق ضغط عصبي على مدربين ضغط عصبي ونفسي على لعيبة فرق بتنزل فرق بتنافس فأعتقد الأمور هتبقى صعبة جدا في الدور التاني صعب إن فريق هيكسب أربع أو خمس مكشاط وراء بعض فعشان كده هنلاقي منافسة قوية جدا ما بين البنك الأهلي ما بين الألمونيوم ما بين بني سويف ما بين شبان أنا اللي عامل طفرة في المجموعة دي كل اللي جه هنا أشاد بهذا الفريق شبان هنا طبعا أعتقد مسكومة كابتن كمال الزين فريق صعب من الدرجة الثالثة إن هو متواجد وصل المربع الزهب وبينافس على البطولة إلى الآن ده شيء يتحسب لهم بشكل إيجابي جدا بينافس فرق عريقة وفرق جماهرية كبيرة إن هو متواجد وسطهم نحييهم فعلا بستة وعشرين نقطة فارق خمس نقاط ما بينهما بين المركز الأول واحدة ثلاثين نقطة مجموعة مشتعلة جدا بين الأربع فرق وخلي بالك بقى كابتن وصفة من الحاجة اللي ساعد البنك الأهلي الأسبوع ده تعادل المنافسين يعني الألمونيوم تعادل مع التليفونيات بني سويف اتنين 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 والمينيا مع بني سويف أو بني سويف مع المينيا اتنين اتنين عطله بعض لكن بصبت لو كان حد فيهم كسب كان بقى واحدة ثلاثين نقطة زي مع عشان كده زي ما قلت حضرات بقى صعب إن فريق هيحافظ على المكسف فيه فرق هتعطل بعضها كتير فيه فرق بين المنافسة هيحصل مفاجآت ما بين الفرق اللي بتنفس على الهبوط نعم وما بين الفرق اللي بتنفس على المقدمة فالدور الثاني هيبقى فيه مفاجآت كبيرة الفرق اللي عندها اتزان في اللعيبة وفي الجهاز الفني وفي الإدارة هي اللي هتقدر تكمل ممتاز من هو فيلر القسم التاني من هو فيلر القسم التاني نتعرف عليه ولكن بعد الفصل هي فيها باور المجمعات اللي بيضربها فيلر بين بقى فيلر عندكم المنصورة كابتن يسر عبدالوحيد آه ما شاء الله عمل ست انتصارات وفي ظروف يا كابتن متحد احنا كلنا عارفين بعض وعارفين الفرق والمستعقات والكلام ده بيبقى فهو عمل حاجة محترمة فريق المنصورة يعني كان عنده مشاكل كتيرة وعرفنا ان اللي يبقى فترات كان فيه مصطفى مسك واشتغل معهم يومين يعني كانوا صعبين جدا جدا مصعب عليك آه يعني فكابتن يسر عبدالوحيد من ابناء النادي حاجة محترمة كان مساعد وتولى وجه هده وعمل ماتشين حلوين قوي احنا قلنا طب ليه تجيبوا حد تاني ياخد فرصة بالزبط مش هيكلفك كتير زي ما دايما بيقولوا يقول لك اسلبني النادي طب ليه ما يكلفك ما تديله وبرضو ده منهول اعتقد كان مساعد ومسك دلوح كمان فريق كمان فريق كمان فريق ودخلهم من تامن لتالت بنافس وغير كده كمان بدون امكانيات يعني انا ما زلت بقول فيه اندية ما فياش امكانيات عندها عجز في الامور المادية راجل محقق معهم نتائج كويسة جدا كمان كمان الفريق دخلهم في المنافسة 27 نقطة بفارق نقطتين بس عن ده غاز المحلة والمنصورة ده ده 1-0 ده كان النهار ده ولا امبارح ده ده اول امبارح اه او اول امبارح كمان خلوا استعادوا مش كده ده 1-0 منصورة اه 1-0 منصورة ده في الديه 4 في الديه 4 من الشروط الاول في الديه 4 من الشروط الاول ده عصام نصار اللي جاب الجهور اوكي بكده المنصورة تحرك لـ 23 وده كان بينافس الهبوح نعم هو كان اعتبر هابل من الفرقة اللي كانت اعتبر هابل النهاردة ماشى الله 23 نقطة بفارق 6 نقاط عن فارقه كابت المتها اللي بيكسب مطشين وربعض بيروح لحتة بعيدة وده اللي حصل معنا لأ كاسبان خمسة زي ما كانت المصطفى لا كاسبان ستة خمسة وتعادل واحد خاسب ست انتسارات وش كده ياسر كسب لعب 8 مباريات كسب ستة وتعادل واحد لكسر واحد حاجة محترم طبعا طبعا كابت وخصوصا برضو في ظل الامكانيات المادية المحدودة في الاندية الجماهرية الاندية بتعاني منها طول ما فيه امكانيات مادية كويسة طول ما فيه امكانيات مادية متاحة للعيبة هتعرف تجيب لعيبة هتعرف تجيب مكفاءات للعيبة هتعرف تحفز اللعيب انما مش هتعيش في مشاكل دايما مع اللعيب كل يوم يعني غاز المحلة لو كان كسب المنصورة كان راح 28 نقطة نقطة واحدة عن فارق المتهاب طبعا كلمنا عن منتخب السويسة في الايتك يا كابت منتخب السويسة يا كابتن فرقة كويسة جدا لكن عندهم مشكلة ان انا المدرب الرابع الرابع المدير الفن الرابع ياه كابتن ميمة عبد الرازق بدأ اه بعدين كابتن محمد صلاح في بداية الدوري بعدين كابتن تامر مصطفى اه وانا الرابع 14 اسبوع اربع مدربين اربع مدربين كتير وصعب عشان كده انا انا بقول لأ اللعيبة كويسة جدا 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 لعيبة اسكية اه انا مسيكم بقى لي خمس ايام لعبنا مباراة بس اه اه لعبنا مباراة النصر كان في مشكلة كده وتحلت اه وصلا كابتن ده ماتش يعني ماتش مش في الكورة النصر طبعا فرقة كويسة جدا ومحترمهم معهم كابتن ساديت حاجة جبيلة اه لكن بتكلم في تلك كور بيروحوا اسكري موفعين جدا عالميين يا كابتن ده جون في جون باكوردة هنشوفه ده الوقت لا يا كابتن متحت مش ممكن واحنا بقى بتكلم في فرص وبتكلم في استحواز من الماتشات وانا يعني سعيد حتى الجميل السويس كلمت كويسة او عن الماتش وكده ومبسوطين اه وعشان كده انا بقول يا كابتن متحت برضو في الظروف اللي حصلت دي كلها دي رسالة لجماهير نادي ومنتخب السويس الدوري ده كابتن دوري صعب الدوري بتاعنا ده صعب جدا 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 لسه لغاية دلوقتي متعرفش مين هينزل ومين هيروق ومين هيروق لسه 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 بالضبط يا كابتن موضوع صعب جدا اه بنتمنى من جماهير السويس اللي انا عارف ان هما بيقفوا جنب فرقتهم وبيساعدوها الفترة اللي جاية صعبة لازم يقفوا جنب لعبتهم ولازم يقفوا جنب ناديهم اه هما بيحبوا النادي اه انا بالنسبة لي يمكن اه على الهوى هو بقولهم انا من الناس اللي كنت شغالة عندهم من سنتين وكنت اول وحصلت لظروف ومشيت وهم زعلين مني لكن لكن الحمد لله رجعنا عايزين نعمل حاجة محترمة لنادي منتخب السويس التمن اسابيع دول ايو ماشي كنت الاول الفرقة في ظروف يا كابتل متعة ساعات كتير ما بنقدرش نتكلم فيها لكن لكن لا عندنا فرقة محترمة وعندنا لعيبة كويسة جدا 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 لازم نقف الفترة جاية لان انا بتكلم في دوري انا بتكلم الفرق بيني وبين الخامس اللي هينزل ماتش يا كابتل اه يا كابتل انت منتخب السويس في المركز الخامس برصيد عشرين نقطة اللي هينزل من اول جمهورية شبين سبعتاشر نقطة ماتشا 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 تابونت فالموضوع الحمد لله يا رب عامل الاسبوع اللي فات التالت الاسبوع اللي فات التالت قابل النتائج اه قابل بترجيت ما ما تطلع اه فالمهم يا كابتل ان الناس كلها تبقى عارفة ان الامور صعبة جدا جدا لازم نعدي الفترة دي عشان منتخب السويس اسم كبير تبقى على الاقل في الموسم ده والسلجات نافذ وخلي بالك كابتل احنا بنقول الظروف اللي موجودة دي ما انت لازم ما ما تيجي تحلل تبقى واقعيا اه انت عايز ساعات دي بس الفترة اللي جاية طبعا طبعا بقى اقل خسايا ان شاء الله نقدر نعمل الكلام دوت ونقدر نافذ تفاضلك على الموسم سبع مباراة كلمني بقى عن دي كيرنس كابتل مصفف فقيتك دي كيرنس توليتهم توليت الفريق في البداية الدور الثاني بعد كابتنا ايمان الجمل انت تاني مدرب تاني مدرب الحمد لله كسبنا ثلاث ماتشاط متتالية الولومبي والمالية واخر مباراة الحمد لله برضو كسبناها واحد صفركات مع فريق الحمام ثلاث انتصارات متتالية من اول ما مسكت ماشاء الله بس دايما بقول ان النتاج الايجابية ما بيجيش الا مع استقرار ومن خلال البرامج احب باشكر المهندس خضر ابراهيم رئيس مجلس دارة بصراحة عمل طفرة في نادي مش طفرة في الفريق الاول بس طفرة في قطاع الناشئين كمان مش عايز اقول لك رجل بيديري النادي باحترافية سواء من ناحل المركز الاعلامي اللي عامله سواء من الاهتمام بالقطاع الناشئين سواء الاهتمام بالفريق الاول عامل شغلي غير طبيعي وحالة غير طبيعية في الكيرنس وده اللي صلنا في النادي ان هو يكون وسط الاندية الكبيرة المنافسة في على دوري قوي جدا فيه اندية جماهرية فيه اندية اه معاها امكانيات مادية كبيرة فيه اندية ليها باع في الدور الممتاز اه ما زلت بتطمع في الصعودة كابتن؟ والله الصعود مشروع يعني حلم انت اربعة وعشرين نقطة اربعة وعشرين نقطة اول تسعة وعشرين وفاركو الاول تسعة وعشرين خمس نقطة وفادل لسه سبعة مباراة ثمان مباراة ثمان مباراة وكلنا هنقابل بعض يعني فيه ماتش مع فاركو؟ اه فيه تلت ماتش انا عندي الغازل وبعدين المنصورة وبعدين فاركو اه عندي الغازل برا اه وبعدين المنصورة برا وبعدين فاركو هيجيل على الارض يعني فيه مدبحة كده جاي قريب يعني عندك سكة واعرة اه 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 بين الاندية اه اللي هيقدر يحافظ على اه انتصارين متتاليين هيبقى مصنف وهيبقى اه فرصته للصعود كبيرة جدا في الفترة وانت عندك مين يا كابتن تاتماتشة الجاي؟ انا عندي اه نجوم المستقبل عندي في رجوم المستقبل اه 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 فريق كويس جدا و نجوم مستقبل في الملكز الرابع فريق على طول اه كابتن متحة المجموعة بتاعتنا التنشر فريق نازل منهم تلاتة بالدور الممتاز اه يعني المجموعة الحادة اللي نزل عليها تلات فريق تلات فريق متدور الممتاز حظوم حلوه فما تيجي تقولي النهاردة ينزل خمس فريق مهدلة صعبة جدا اه كابتن اه اه انا عندي نجوم المستقبل اطلع للمريخ اه يجي الجمهوريتشبيل دول التلاتة النشاط اللي كايين نتمع ان شاء الله في المكسب ان شاء الله ويعني انت لو حققت طبعا انت صارت تروح في حتة تالية ان شاء الله اكيد اه اه هو السنة دي اه يعني الصراع صعب جدا على المركز الاول اللي هو هيطلع وصعب جدا جدا انا بينزل اكتر من اتنين واربعين في المية من 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 العدد الاندي كبير جدا المجموعة اتناشرة هينزل خمسة هينزل خمسة انا داخل في نسبة اتنين واربعين في المية من من الفرق كلها فطبعا يعني شيء صعب جدا من بداية الموسم من نهايته الله يكون فعونكو الله يكون فعونكو واتمنالكو كل توفيل انا عايز اقولكو بكرة في عندنا ماتشين يا جماعة عندنا في كاس ايطاليا ميلان واليوفنتوس اللي غاوي بقى كريستيانو ارنالدو ساعة عشرة للربع لان اتفرجنا على الماتش هنتفرج عشان كريستيانو بالضبط والماتش التاني الساعة عشرة ريال سوسيداد مع ميرانديس في كأس مالك اسبانيا كابتن اشف خضر شرفته نوار حبيبي كابتن ماشر بنا خليكات كابتن مصطفى عبدو بكل التوفيق وشرفت غدا بمشيات رحمن صهرة خاصة جدا عن كأس السوبر الافريقي كل الامنيات والدعوات ان شاء الله النادي الزمالك وبكرا نتفرج على حاجات جميلة جدا وعندنا ضيوف كبار لعبه سوبر قبل كده ونتحدث معهم في كل هذه الامور اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة